هلوه هلوه على احلى اميرات في الدنيا مساء الجمال على اخوات الغليين وحشتوني بجد قوي قوي يا رب تكونوا بخير النهاردة وكل ايامكم فرح وسعادة واهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد زي ما تعودنا كل يوم مع بعض بافكار جديدة نهاردة معانا فيديو رايق كده من الدرجة الاولى معانا افكار سيدات بجد حلوة قوي في الدكارات وتناصق الالوان هتستمتعوا فيديو النهاردة وبالرواءان اللي فيه استنى النهاردة لايكاتكم الجميلة لان معانا سيدات مختلفة سيدة من النمسا وسيدة فلسطينية وسيدة كمان من اصول هندية هتلاقوا الفيديو ممتع جدا جدا استنى اللايك الجميل بتاعكم اللي بشكركم من قلبي على كل كلمة بتقولوها حبيبتي سوسو حشتيني قوي قوي كمان احلى وردة نورت الدنيا وحبيبتي جوجو كمان وحشتيني قلبي واحلى دودي كمان دايما منوراني يا رب كده دايما هنتحص نظنكم استنى النهاردة كمان لايك جميل منك وتعليق اجمل واكيد طبعا لو اول مرة تشوفيني وعجبك الفيديو بتمنى ان انت ما تنسيش السبسكرايب وتكتبي لي الكومنت عشان ارحب بيك ان شاء الله في الفيديو الجاي يلا نبدأ بقى مع بعض الفيديو حبيت ابدأوا معاكوا كده بيرواءاني للسيدة النمسا ويا الجميلة قوي بافكار الدكورات وتناصق الالوان بتاعها اللي دايما بتبهرنا بكل اختياراتها اللذيذ عندها ان هي كل مرة بتحاول تعمل ماتش حلوة قوي ما بين كل الاجزاء اللي عندها في البيت بتحاول تخلي الدكورات عندها كلها نفس اللون ده قد ايه هيكون مريح قوي للعين بيخلي منظر المكان كله بجد بيبقى حلوة قوي هنشوف معاها بقى اختلاف الوان كتير هي بتحاول كمان يعني تنصك ما بين بره عندها في الليبنج مع السفرة مع المطبخ وكل مفتوح على بعضه فيبقى نفس اللون وكمان تناصق الالوان مع غرفة النوم اللي دايما كنا بنشوف فيها ابداع كمان في الدكورات اللي هي بتحطها عندها في الاماكن المختلفة ترتبها للسرير كمان بصوا وانتو بتتفرجوا على الفيديو لحظوا كل حاجة لحظوا الحاجات التابلوهات اللي على الحيطة لحظوا الاضاءات اللي هي حطها لحظوا كمان الالوان المختلفة او الدكورات لطريقة فرش السرير ازاي هتلاقوا بجد ان كل لقطة فيها تفاصيل مختلفة عن التانية فشوفوا قد ايه يا ممكن عندها كم قطعة كده بس بتقدر تخلي كل مرة فيهم شكل حال يعني مجموعة الرفوف اللي موجودة جنب المراية هتلاقوا مرة فيها دكورات من الوردة او البرفيوم بتاعها مرة هتلاقوا تانية فيها دكورات من البوكسات زي ما بقولكم الجزء اللي وراه السرير اوقات هتلاقوا فيه طابلوهات اوقات تانية زي ما انتو شايفيني عاملة حلقتين كده في السقف بتحط فيهم كل مرة تغير من لون الطل اللي هي عاملاه فوق فبالتالي بتقدر نيتغير اللون الطل ده مع الوان الديكورات اللي هي عاملاه في الغرفة هتلاقوا على المراية بتاعتها كمان مرة تحط بوزة ورد مرة تحط شموة او اباجورة او اضاءة يعني بصوا اتخلوا كل مرة بتفاصيل صغيرة او يتخلي المكان عندك يكون مختلف بقى اقل حاجة اكتر الحاجات بجد بتعجبني فيها تناسك الالوان زي ما انتو شايفين الالوان الاساسية عندها اللون الكافي او الفانيلا لاتيك كده ويه بتبدأ بقى ان هي يبقى عندها حرية ان هي تحط الوان تانية مختلفة عشان كل مرة تظهرها بالشكل المختلف اللي احنا شايفينه ده هنا كمان برضو يعني شايفين التفاصيل التابلو اللي كان جنب الشباك شالته وحطت الفروع اللي هي الدهب دي قدت شكل حلو قوي ساعت بتحط معها الطل اللي فوق الستارة بتحط معها اضاءة من البيبي لايت بيبقى شكلها احلى كمان قوي السرير نفسه تغيير الكوبشنز وتغيير الرانر او الكافر اللي حطته على السرير برضو بيبقى مختلف زي ما اقولكم البوكسات اللي موجودة على الرفوف المرة دي مختلفة عن الورد اللي شفناه المرة اللي فاتت تفاصيل كتير قوي يعني شايفين هنا مرة دي شالت التل اللي فوق السرير بدأت تحط التابلوهات وتابلوه تاني على جنب الشباك اضافة الشموع شوية جنب السرير يعني كل ده تغيير بجد قد ايه حلو قوي وجد كل مرة بنحس ان احنا موجودين في مكان جديد كمان هنا عندها في الليفينج كمان قابلكم يبتنصق الالوان ما بين القوضة وما بين كل مناطق الليفينج عندها بس شايفين كمان تداخل اللون الاحمر اللي بدأت تضيفه براه وتضيفه هنا كمان في غرفة النوم قد ايه كان حلو اضافة كمان اللون الورنج الجميل قوي قوي والدابي قوي قوي افكارها حلوة قوي كمان يعني الديكور مثلا او الورد اللي حطاه مع الكوشنز بعض الحاجات اللي موجودة زي ما بقولكم مكان كله مفتوح على بعض فترابيزة الصفرة الديكورات اللي موجودة او الالوان اللي فيها لايقة مع الالوان اللي في الليفينج برا مع المطبخ كمان اوبن فكله لايق مع بعضه فمن اكتر الحاجات بجد اللي بتدي راحة للبيت حاولوا تخلوا الالوان كلها لايقة مع بعضه متناصقة بلاش تعملوا هنا مثلا احمر وهنا ازرق هتحسوا ان الدنيا كلها مختلفة مع بعض حاولوا على قد ما تقدروا يبقى فيه راحة في الالوان علشان عينينا تبقى مرتاحة في المكان اللي احنا قاعدين فيه ده هنا كمان غرفة الصفرة الافكار الاضاءات اللي هتلقواها عاملها في جوانب كتير قوي عندها وزي ما بقولكم الوان الورد والكوشن زي الحاجات اللي بتبقى لايقة مع بعضها قد ايه بتبقى حلو قوي حتى كمان برضو اللون الاسود يعني برضو حتى يعني لو الوان غوامق لكن شوفوا اضافتها تتشاط بسيطة قوي فازة مثلا او كام كوشن مع الستير خلاص كفاية قوي كده ان هي تخلي اللون عندها يكون باين بشكل حلو حتى هنا لما بدأت تضيفه في الغرفة هي اضافته فيه الطل برضو مع الاضاءة البيبي لايت زي ما بقولكم وكم كوشن على السرير اضافة اللون الاسود بشكل حلو قوي وشيك قوي مغمقش المكان وقد ايه كان شكله احلى كمان برضو هنا تداخل للون الروز ودرجات كده الروز المختلفة والابيض والنيبيت كمان برضو على الكوشنز بتاعتها وكمان بدأت ان هي تورينا كمان بعض الافكار المختلفة للديكورات اللي على الحيطة شايفين الفريمات اللي بدأت تحط فيها كمان الورد افكارها لازيزة بجد قوي مش معنى بقى كده ان احنا لازم نكلف نفسنا ونوصل نفسنا لكل افكار الديكورات اللي احنا شايفينها دي لأ انت ممكن بابسط حاجة بجد يعني شايفين الحلقات او المصورة الصغيرة لفوق السرير دي اللي بتعمل فيها الطل دي يعني اعتقد ان هي مش مكلفة يعني ممكن فكرة زي دي بس انت غيرت من شكل ستايل السرير او ستايل الاودة بتاعك والطل المترم فيه ما واشغالي هتجيبلك كم متر كده وممكن تحطيه بالشكل ده مع شوية اداءات ممكن تحطي طابلو في ظهر السرير ممكن تحطي اداءات مختلفة هتحس ان انت المكان عندك بقى احلى يعني هتلاقوا اكتر حاجة غلة المكان قد ايه حلو فكرة الاضاءة وفكرة الورد اداءة بقى هتحطيها في بيبي لايت هتحطيها في شرائط الليد هتحطيها في ابجورات ممكن تستخدم اداءات كمان الشموع حاجات الالكتريك او كمان الشموع الحقيقية والورد طبعا باشكاله وبالوان مختلفة يعني دول اكتر حاجتين بجد هتلاقوهم فرقين قوي في الدكورات اللي هي عاملاها وعطيين في الاخر شكل الغرفة حلو ببعض التطشات دي الشموع شايفين والاداءات اللي على الجوانب او على الستارة وكمان الاداءات اللي في المكتب عند التلفزيون ده كان كفاية قوي ان تخلي المكان بتاعها مريح وشكله حلو واخيرا معاها حتى افكارها للشموع في البانيو كمان برضو كانت من التطشات الرائعة قوي منها تعالى ندخل بعد كده مع السيدة التانية وهي السيدة مكيمة في امريكا لكن هي من اصول هندية افكار كمان الدكورات بتاعتها يعني هنشوف كده كم مقطع سريع منها حبيت بس ان انا ناخد فكرة وبعد كده نزلكم فيديو منفصل لها لكل الافكار بتاعتها كنا شوفنا ليه افكار كتيرة كمان خلال شهر رمضان لكن تعالوا نشوف ستايل البيت كمان برضو وبعض الافكار الدكورات اللي بتعملها هتلاحظوا ان الحاجة اللي بتبقى مريحة للعين هي الالوان الفتحة اللي بتقدر ان انت تتحكمي في الوان كتيرة ودكورات كتيرة قوي فيها هتبقى مريحاكي في البيت برغم ان هي طبعا هتبقى متحبة يعني انا بكلمش ان هي هتريحك ان هي هي ترتبها او تنظيفها طبعا هيبقى سهلة هيكون صعبة جدا جدا فاختاروا حتى لو الوان فتحة اختاروا القمشات او السجاد او المفروشات الحاجات اللي سهلة في التنظيف في حاجات بتبقى كمان مش بتمتص المية وبتبقى سهلة جدا في التنظيف من اي انتصيخ عليها يعني راعوا الحاجات دي كلها بس قصد ان هي هتبقى مريحة ان هي هتريحكم في الديكورات او تناسك الالوان اللي تقدروا تضيفوها للالوان بتاعتكم في البيت عندكم كمان بصوا يعني افكار الديكورات اللي انت تقدروا تعملوها في حاجة عاملة زي السلصال كده بتبقى حاجة زي العجينة بس تبقى dry air فبتقدر ان هي تنشف في الهوة بتقدر ان انت تشكلها باي شكل انت حباه وبتسيبها تنشف مثلا مدة يوم فالشكل بتاعك بيبقى صلب عامل زي الجبس او الاشكال الديكورات السراميكو والحاجات دي اللي احنا بنشتريها فهي بدقة تفردها وعلى بولا كده بدقة ان هي تحطها بشكل عشوائي وبتسيبها تنشف لمدة يوم وبعدين بتبقى النتيجة النهائية لطبق الديكور الحلو قوي اللي ممكن تحطيه فاضي بالشكل ده ممكن تحطي فيه ورد ممكن تحطي فيه الكور الخضرة بتاعت الزرع ممكن تحطي فيه شموع تبقى افكار كتير قوي وحاجة مش مكلفة تقدر تعملي بها اشكال كتير عندك في البيت اخر سيدة معنا هي السيدة الفلسطينية الجميلة قوي اللي عيشنا معها افكار ديكورات كتيرة زي ما قولكم يعني جبتلكم كده مقاطع من السيدات التانية لكن ان شاء الله نزل لكم فيديو كامل لأفكار الديكورات احنا شوفنا معهم افكار يعني في رمضان وشوفنا في المناسبات المختلفة وشوفنا تنظيمات كتير قوي منهم بس المرة دي تعالوا نشوف كده مشترياتها للمرايات اللي قد ايه حلوة قوي سواء الاربع مرايات اللي هم الطقم دول شوفناهم كمان على فكرة مع السيدة المغربية الشهيرة اللي دايما بننزل افكار ديكورات لها حلوين قوي ومن حاجات برضو اللي طالعة تريند قوي يعني شوفنا افكار كل حد بيوظف الديكور بتاعه ازاي فاخدتوا افكار مختلفة واخدتوا يعني كم لقطة كده حلوة تقدروا تنفسوا حاجة شبه لها كمان المرايات الفلور الكبيرة قوي بتاعت الارض دي برضو من الحاجات اللي طالعة تريند قوي مع اضافة كمان اداءات او لد في دهرها بتدي شكل حلو قوي كمان دي برضو كانت من تطشطها الحلوة لكل مشترياتها الجديدة وبتفرق جدا على فكرة المرايات في الديكور بتاعك وتوسيع المكان ده كده كان فيديو النهاردة يا ربي يكون عجبكم تكونوا استفدتوا بكل لقطات الديكورات الجميلة قوي اللي كانت فيه النهاردة قد ايه كانت مريحة قوي قوي فيا ربي كده يحلي كل ايامكم ويهنيكم وتعملوا كل حاجة نفسكم فيها لكم والكل حبيبكم ويديكم دايما الصحة والعافية اشكركم جدا على حسن المشاهدة لو وصلتوا لحد هنا انتوا احلى اخوات في الدنيا فيا ربي دايما عند حسن ظنكم استنى اللايك الحلو والكومنت الاحلى اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله وسلام